لازم برضو نرصد حاجات مهمة جداً أو أحداث مهمة جداً حصلت الأسبوع اللي فات اتحاد كرة اليد قرر رسمياً إقامة كل مباريات الموسم الجديد 2021-2022 بدون جمهور هيسمح بس الأعضاء مجالس الإدارة للناديين وحملي بدايقات الاتحاد كويس هم اللي هيخشوا والاتحاد خاطب الأندية المشاركة علشان يقول لهم هذا القرار والتأكيد على الضوابط والإجراءات الخاصة بالمسابقات على المستوى التنظيمي عشان محدش يخش الملعب فيحصل مشكلة فالاتحاد الهندبول بدأ نسيب اتحاد الهندبول ونروح لاتحاد الدرجات اتحاد الدرجات وبطولة العالم للدرجات وإشادة رئيس الاتحاد الدولي للدرجات بالتنظيم الرائع لبطولة العالم للدرجات في مصر بجد المدمار ولا أروع ولا أحلى من كده بطولة النشئين المقامة في استاد القاهرة من واحد لخمسة مدمار ولا أروع ولا أحلى من كده أكيد البطولة بتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أشاد بالحفل المبهر أشاد إن الحفلة كانت حفلة قوية جدا الاستعراضات اللي قدرتها فرق الدرجات والجنباز والألعاب النارية كل الكلام ده الراجل بيشوفه تقريبا لأول مرة وقال إن مصر قدرت تنظم حدث عالمي وخلال كلمته وجه الشكر للفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وده حاجة تسعدنا كلنا إن هو قدر إن نتقام البطولة هنا تحت رعايته بيأكد في كلامه إن مصر برد جميل ومحطة أنزار العالم لاستضافة كل البطولات والأحداث الرياضية خلي بالكو من يناير اللي فات وإحنا بنستضيف ألعاب وراء بعضيها كل الألعاب كسات عالم بنستضيفها بطولات أفريقية وبطولات عربية أما هنروح لكرة السلة كرة السلة يوم الثلاثة اللي فات قرعت التصفيات الأفريقية المهلة لإيه؟ لبطولة العالم أو بطولة كأس العالم أسفرة القرعة عن مقوع المنتخب المصري في مجموعة نارية تلات منتخبات قوية جدا وهي المجموعة الرابعة مع السنغال وكينيا والكونغو الدبوكراطية المجموعة صعبة جدا هتبدأ مراحل التصفيات المؤهلة ليه شهر نوفمبر خلاص بعد أقل من شهرين كويس لازم نقول إن المنتخب ودع منافسات بطولة الأفرو باسكت في رواندا اللي كان بتقوم من 24 لـ 5 ستمبر خسر من المنتخب الأنجولي بنتيجة 70 62 لازم نقف ونقول لما يكون أقوى دوري في مصر هو دوري الباسكت بستة سبع فرق وبنروح للمنتخبات والمنتخب بتاعنا في مشكلة اتحاد السلة نظرة إلى منتخب مصر لازم نقف ما ينفعش كل شوية نقول إن فرقة الباسكت أو الأندية الباسكت هو أقوى دوري بقول لك ستة سبع فرق ما تعرفش مين بيكسب ونجوم عالميين ونجوم كبار ونجوم بيجوا من الدوريات اللي بره بيلعبوا جوه مصر لازم نعرف السبب إيه منتخب الباسكت بيطلع من دور التمانية لازم نعرف السبب إيه عشان نقدر في المرحلة الجاية نشتغل ونطلع لقدام زي منتخب كرة الادر اللي مشرفنا كلنا لكن برضو منتخب المصري لكرة سنة تلاتة في تلاتة للناشئين تحت 18 سنة عمل إنجاز كبير جدا في بطولة العالم اللي كانت في المجر وطلع حقق المركز الرابع المركز الرابع في بطولة العالم لازم نقف ونقول لهم شكرا قديتوا لعليكم لعب المباراة الفاصلة مع منتخب كرواتيا في عفوا سوري بيلاروسيا سوري بيلاروسيا واخسرنا بنتيجة 21 تسعة اللقاء ده يقام يوم الحد اللي فات في بطولة العالم لكن أكيد دي المشاركة الأولى لمنتخب مصر وأكيد المشاركات التانية بإذن الله يكون فيها نتيجة أحسن من كده بنقول إن المنتخب مصر ده فاس في كل مبارايته في دور المجموعات والربع النهائي لكن خسر في الدور التمانية أو عفوا خسر في السيمي فاينال واتحدد المركز الثالث والرابع وطلع للمركز الرابع السكويش بطلتنا الكبيرة نور الشربيني بتحتل صدر التصنيف العالمي قد إيه للشهر الحداشر عالتوالي نور الشربيني من أبطالنا الكبار جدا من شهر نوفمبر اللي فات لوقتنا هذا هي رقم واحد عالتصنيف العالمي للشهر الاتنين واربعين اتنين واربعين شهر مع السكويش قاعدة على المركز الأول كمان علي فرج لعب منتخبنا الوطني في السكويش برضو بيحتل صدر الترتيب العالمي ما شاء الله مصر في السكويش أتمنى أن هي تخش الأولمبياد قاعدين في الأوائل نور الشربيني وعلي فرج على المركز الأول وده شيء مهم جدا هو بيتناوب بقى علي فرج بيتناوب هو زمينه محمد الشرباجي يطلع مرة على صدارة محمد الشرباجي يخش يطلع محمد الشرباجي يخش علي ده شيء مهم جدا 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 ده حاجة مهمة للرياضة المصرية ده اللي عايزة أقوله لكم وكمان عندنا نجمنا مصطفى عسل نجم مصطفى عسل ده نجم كبير لسه محافظة على الترتيب بتاعه في المركز التاسع واقف عند المركز التاسع بكريمة عبدالجواد بكمان الشرباجي محمد الشرباجي يعني كل الكلام ده حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة بنسبالنا فيه الرياضة المصرية ده كان حصدنا لكن في برنامجنا لازم كل مرة هنجيب علامة ونموذج للرياضة المصرية بطلتنا عفوا بطلتنا كمان سمر بس بيقولولي في الكنترول بطلتنا سمر برضو بطلتنا سمر فيه سمر حمزة في المصارعة رجعت من قرارة اعتزالها واعلنت والتخذية اول ما رجعت اليابان قالت ان هي هتعتزل خلاص لكن رجعت في القرار وان شاء الله بإذن الله في نستانيها في أولمبياد باريس بإذن الله هي كانت خسرت أمام الروسية ناتاليا بنتيجة 16-12 في منافسات المصارعة الحرة ودعت المنافسات لكن وفقدت فرساتها كمان للدخول الأدوار التردية والحصول على البرونزية في الأولمبياد ترجمة نانسي قنقر